بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب العمدة في الأحكام من حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى وهو في شرح حديثي عبدالله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم في آخر باب فضل الجماعة ووجوبها قال المصنف رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها والكلام على هذه الأحاديث من أوجه أما الوجه الأول ففي بيان المعنى الإجمالي لهذه الأحاديث تضمنت هذه الأحاديث بيان السنن الرواتب للصلوات الخمس المفروضة فقد بينت أن لصلاة الظهر أربع ركعات ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها وأن للمغرب ركعتين بعدها وأن للعشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي المغرب والعشاء وراتبة الفجر وراتبة الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته وقد تضمن حديث عائشة رضي الله عنها بيان ما لراتبة صلاة الفجر من الأهمية والفضل والتأكيد الفعلي والقولي على أدائها والمواظبة عليها الوجه الثاني في ذكر مواطن إخراج الشيخين للحديث في صحيحيهما فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وفي أبواب التهجد في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى وفي باب التطوع بعد المكتوبة وفي باب الركعتين قبل الظهر وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وفي كتاب الجمعة وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثتني حفصة الحديث فهو مما تفرد به البخاري دون مسلم والحديث الثاني أخرجه البخاري في أبواب التهجد في باب تعاهد ركعتين الفجر ومن سماهما تطوع وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين الوجه الثالث في الكلام على ما في الحديث من مباحث اللغة الركعة من الركوع وهو الانخفاض والانحناء وسميت بها الهيئة من القيام والركوع والسجدتين من إطلاق البعض على الكل فيقال على جميع هذه الهيئة ركعة كما أطلقوا على الركعتين اسم السجدتين من البابة نفسها فيقال صلى سجدتين يعني ركعتين بقيام وركوع وسجودين في كل ركعة فالسجدتان الركعتان المتضمنتان القيام والركوع والسجدتين بعده وسميت ركعة الصلاة بقيامها وركوعها وسجدتيها سجدة من إطلاق اسم الجزء على الكل وإنما سميت الركعة سجدة لأن تمامها يكون بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة وقول حفصة رضي الله تعالى عنها وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فالساعة هي الوقت والمقدار من الزمان وليس المراد ساعة من ستين دقيقة على المعهود في عصرنا وقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر النوافل جمع نافلة وهي في الأصل الزيادة الطيبة التي تعطى تطوعا كالهبة ونحوها والنافلة من العبادات ما يفعل تطوعا زيادة على مفترض والتعاهد المحافظة على الشيء وتجديد العهد به الوجه الرابع في الكلام على ما في الحديث من الفقه قول ابني عمر رضي الله عنهما إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات يريد به أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فصلاها ابن عمر متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ما جاء من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات فذكرها فالمعية هنا هي معية اشتراك في الفعل لا أنه صلاها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه لمن قال يجمع في السنن الرواتب وذكره رضي الله عنهما للركعتين قبل الظهر محمول على أنه وصف ما رأى فلا يعارض حديث عائشة رضي الله عنهما الذي في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر فالأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا تارة وركعتين تارة قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها والله أعلم وقوله رضي الله عنهما وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة أعاد ذكر الركعتين بعد الجمعة لما في الجمعة من أحكام تفارق فيها صلاة الظهر فإن لصلاة الظهر راتبتين قبلها وبعدها بخلاف الجمعة فإنها على الراجح ليست فيها راتبة قبلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس خرج فارتق المنبر وأذن بين يديه واشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة أما قبل دخول وقت الجمعة فإن الصحابة كانوا يشتغلون بالنوافل المطلقة المرسلة وهي ليست من السنن الرواتبي كما هو معلوم الله أعلم وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته فهذا هو الأصل أن أداء النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد لما ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أما صلاته صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر في المسجد فالأظهر أنه لتشاغله صلى الله عليه وسلم بالناس في النهار غالبا بخلاف حاله في الليل فإنه يكون في بيته غالبا والله أعلم والأولى والأحرى اتباعه في ذلك أيضا فتصلى نافلة نافلة النهار في المسجد ونافلة الليل في البيت والله أعلم ومن خشي أن يكسل عن أداء النافلة في بيته فصلاته في المسجد أفضل وقوله رضي الله عنه حدثتني حفصة هي أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وهي أسن من أخيها عبد الله بثمانية أعوام أو تسعة فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع وحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين يعني من حيث القراءة فإنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن تعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف في قراءة ركعتين الفجر حتى صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات إذ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وبالفاتحة وقل هو الله أحد في الثانية وثبت كذلك أنه كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة من قوله تعالى أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية من سورة البقرة ويقرأ في الثانية واشهد بأننا مسلمون في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الآية من سورة آل عمران والحكمة من صلاتها كما ذكر الحكمة من صلاتها خفيفة فلأجل أن يدخل في الفرض بنشاط واستعداد تام والله أعلم وكذا حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أي صلاة السنة القبلية فإن كانت نافلة الفجر القبلية خيرا من الدنيا وما فيها فكيف بصلاة الفجر نفسها نسأل الله من فضله العظيم واعلم أن في أداء السنن النوافل من الحكم العظيمة أنها تمهد للفريضة وتؤهل المسلمة لأدائها مستجمعا نيته وقصده وهمته في إتمامها على أحسن وجه وليقه وهي كذلك جابرة لما يقع في الفرائض من النقص والخلل إن وقع مع ما في هذه النوافل من تحصين للفرائض ومحافظة عليها والله أعلم الوجه الخامس في بيان ما في الحديث من الفوائد على سبيل الإجمال ففيما مر من الحديث حرص الصحابة على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ونقل سنته وتتبع أقواله وأفعاله حتى في نوافله صلى الله عليه وسلم وفيها استحباب صلاة الرواتب المذكورة والمواظبة على أدائها وفي حديث ابن عمر أن العصر ليس لها سنة راتبة مؤكدة قبلها ولا بعدها وفيه استحباب صلاة الرواتب المؤكدة للمغرب والعشاء والفجر في البيت وفي الحديث استحباب ركعتين الفجر المؤكدة وعدم التهاون بتركها وفيه أيضا فضل ركعتين الفجر وأنها خير من الدنيا وما فيها وفيه الحث على طلب العلم من أهله سواء كانوا رجالا أم نساء وفيه الحرص على تقفر المعلومة من أصحاب الاختصاص ممن لهم مزية علم وزيادة معرفة بالوقائع والأحوال وفيه أيضا حجية خبر الواحد الثقة سواء كان رجلا أم امرأة وفيه أيضا احترام ما لكل إنسان من عادات وأحوال فمن ذلك عدم الدخول عليه في وقت لا يحب الدخول فيه عليه إلا بالاستئذان منه هذا الخلق حقيقة ينبغي أن لا يبتذل بين أفراد العائلة الواحدة فضلا عن ابتداله بين الناس هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا